الأول، هنلعب بشوية ذكريات زيش، صدر أنت راجل كنت مع النادي الأهلي موهوب وعظيم مع نادي الزمالك نفس الأمر مع منتخم مصر في جيلزة كل ده كان أجيال زهبية للنادي الأهلي ومنتخم مصري تحديداً كمان تفتكر إيه من الأيام ديت الناس اللي لعبت معاك المدربين اللي اشتغلت معاك؟ والله هي ذكريات جميلة كلها لأن انت عارف أنت يعني في بداية أن أنا في النادي الأهلي يعني كان معاك لعبة كبيرة زي مثلاً كابتا عصام الحضري واق الجمعة، عمد النحاس، شادي، جلبرتو إسلام الشاطر أو بركات بالعب نحية اليمين، شوقي أنت في نصف الملعب أصلاً ما كانت بتلعب فيه دوات فيه كان فيه 12-13 لحيبة عندك حسن مصطفى محمد شوقي، إينو إينو، أحمد حسن ستاكوزة، أنيس أبو جلبان، حسن علي وكان فيه ناس تاني عمالة تيجي وتطلع تيجي أكوتي كبتا عمد حسن، تلحيت كبتا عمد حسن؟ يعني جي عدت معا ست شهور، يعني عدنا ست شهور أو سنة وبعا كام شيء آآ ولعي برضو في الحتة دي شوية آآ بالزبط يعني ده لك كان الموضوع يعني حتى أكوتي جيب 10 مليون كانت أيام 10 مليون دي اللعيب تجيبه 10 مليون ده رقم كبير رقم ضخم جداً وكان طبعاً إعمال الميت تعيب وفلافيو وبتريكا فجل كبير جداً وعظيم وكانت من الحاجات الجميلة لما كنا في الزكريات يعني بتاعتنا لما كنا مثلاً إيه نتنافس مين هيجي بدري التمرين يعني كنت أنا وبتريكا وكانوا هي الجمعة نصلي الفجر ونيجي على النادي نقعد هناك في النادي وعم حريسة جيب لنا الفطار ونفطر ونام شوية كان فيه استراحة كده تنام شوية وبعد كده تنزل التمرين هاللوقتي بنتنافس مين ليجي متأخر؟ يا مين ليجي متأخر أكتر؟ لا لا إحنا كنا مين هيجي بدري؟ وكانت بالحاجات الحلوة اللي استشفى اللي أنت بتعمله وتروق يعني إحنا كنا بنقعد نعمل كل حاجة يعني ما ورقش غير أن أنت ده شغلك بتتمر كويس، بتنام كويس، بتركز في كل حاجة أنت عايز تعملها بتتنافس مع لعيب زميلك جامد عايز تعمل أقصى طاقة عشان ما ياخدش مكانك فكانت حاجة يعني صراحة جميلة أنت لما كنت بترعب دلوقتي مدرب يقول لك أصله الجيل ده كان جيل زهبي جداً وكان كل لعيبها رائعين جداً فكان منو الجوزي لازم ينجح وكان أي مدرب يدرب الأهلي كان لازم ينجح بس أنت دلوقتي وأنت مدرب بتبقى عارف أنه فيه تفاصيل فنية وفيه شغل فني حتى لو معك عناصر كويسة فيه شغل مفروض تعمله أول حاجة في الجيل ده هو التليفون النت يعني أول الحاجة دي دي فضيعة جداً أنت ممكن تقعد 24 ساعة حتى أنا في الجيل حالي أه تقعد 24 ساعة أنا حتى مصطفى ابني بيقعد فترة طويلة جداً على التليفون وكان تركيزه قليل للفترة فاتت بسبب تمرينته وكده سحبت منه التليفون وتقول له لأ خلاص أنت ليك ساعة واحدة في التليفون فديت من الحاجات اللي هي السلبية للجيل الجديد إحنا الحمد لله بعمين أنت كنت عايش حياتك كلها لكورة يعني عارف مركز قوي عندك منافسة بتنافس نفسك بتنافس نفسك قبل ما تنافس الخصم أو اللعيب يعني اللي معاك زميلك فأنت كنت بتعمل كل حاجة أن أنت تبقى في الطب بتاعك فهو دوت اللي خلى الجيل دوت أحسن جيل من وجهة مصر في مصر يعني وكان مانو الجزي معاكو مانو الجزي تفتكر يعني الشغل اللي كان بيعمله معاكو الأداء الفنية أنا دائما نتحدث عن عمانو الجزي مع العائمين اللي عبوا مع عمانو الجزي مدرب عظيم داخل مصري طبعا طبعا أنه هو مدرب كويس جدا 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 كان بيعمل في التعامل مع النجوم كان بيتخلي يعني هو أنا بقول أنه هو أول ثلاث سنين كان عامل العدالة العدالة في الفريق لو أنا قليت يعني حس أن أنا عملت كده غمضت عنايا حتى لو أنت مكسر الدنيا قبل بيقعدك على طول يعني في ناس كتير قوي كان بيطلحها بعد ربع ساعة وعشر دقايق وفي ناس نجوم كانت مثلا ما بتلعبش تلاقي نفسها بتنزل فكان العدالة هو عامل العدالة ديت فكانت هو ده اللي مدي المرضود الكويس للفريق وكان كل بيده أقصى طاقة اه لو ما فيش حد ضمن مركزي بالزبط مش هنجمل فرقة فأنا كده كان هلعب يعني يعني أنا فيها وقت كتير قوي بركات اللي هو يعني بالنسبة لي أحسن العيد كان في الفترة دي فكان شغال كويس نحي تنميه وعمل يعمل وانتو وشغال فرحل له بركات فبيعمل كده بركات فقال له زيره قلت له نهاري سويت بركات انت بتاخد زيره ما لاحنا هناخد ايه طيب بقى طيب انت في النسكة ببتري بركات بالنسبة لك ده كان أفضل لعب في الجلة اه لا أنا بالنسبة لي يعني بركات وبتريكة وعمل متعب طبعا لا ما في دايما انخلاف على بركات ولا بركات ولا متعب ولا فلابي يعني بس ما كانش عصي بركات كان لعيب مميز جدا ما فيش لعيب زيه يعني اولا فيش لعيب شبهه شبهه اه بعدين زكي جدا يعرف امتى ياخد اللقطة منك ياخد الكاميرا منك يقدر في وقت كده يريح شوية كده ويروح عامل خمس عشر دقايق من نار بساط ويتحرك ويروح رافق رايح نحي تنمين ويرفع ويروح على الجول لا يعني انا ما شفتش لعيب فترة يعني لعيب كويس زي بركات يعني وكان زكي لعيب زكي 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 يعني زكي جدا في الحياتة دي انه يقدر امتى يرأسك ازاي يعمل وانتو انا لما رحت لنادي الزمالك وبلعب على بركات ما حسيتش بالموضوع دوت يعني اعمل معايا وانتو لقيته بعد عني تات اربع خطوات دي في الكورة صعب ان انت تبعد عني لو اهرب خلاص خلاص مش ببرها داية يعني مش خطوة اما انت خطوة ممكن تجري اراه تلحق وتفضل ترخم عليه لقيته اختف لا بقى لقيه بالعيني قلت لقى دا ربنا يكون فاني الناس بتاعب عليه كتير يعني